موسيقى السلام عليكم ورحمة الله موجز أخباري ثانية من قناة المرابطون أهلا بكم يشارك الرئيس الموريتاني محمد والعبد العزيز في الاحتفالات المخلدة للذكرى الخمسين لأيدي استقلال جمهورية غامبيا وكان والعبد العزيز قد غادر العاصمة نواكشوت صباح اليوم متوجها إلى بانجول للمشاركة في هذا الاحتفال وتعتبر هذه أول زيارة للرئيس الموريتاني لأحدى الدول الإفريقية بعد تسليمه الرئاسة الدولية للاتحاد الإفريقي تتواصل بالعاصمة نواكشوت أشغال النسخة الثالثة من صالون التشغيل المنظم من طرف وزارة التشغيل والتكوين المهنية وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع اتحادية الخدمات والمهن الحرة وقال وزير التشغيل الموريتاني مختار مرد جاء خلال افتاحه أشغال المؤتمر يوم أمس إن التشغيل يتطلب مقاربة شمولية وإعادة بناء وتطوير نظام التكوين التقني والمهني من أجل ضمان ولوج أكبر عدد من الشباب إلى فرص الشغل نظمت رابطة النساء معيلات الأسر صباح اليوم ورشة بنواكشوت حول ظواهر الخفاض والزواج المبكر وذلك بالتعاون مع التعاون الكندي ويقول منظم هذه الورشة إنها تأتي للتحسيس بما وصفوه المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية الناجمة عن ظاهرة الزواج المبكر خلدت موريتانيا ذكرى اليوم المغاربي لأيد الطفل المغاربي الذي يصادف السابع عشر من شهر فبراير ويتزامن مع ذكرى تأسيس اتحاد المغرب العربي وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أهلمنا بانتمم إن الموريتانيا قطعت بعض الخطوات الجدة في سبيل الاهتمام بالطفولة ورعايتها قالت مفوضة حقوق الإنسان والعمل الإنساني عائشة بنتمحيحم إن الحكومة الموريتانية متمسكة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وإنها ماضية في تنفيذها جاءت تصريحات بنتمحيحم خلال متقم من ماكشوت حول انطلاقة المشاورات الوطنية الخاصة بآليات العرض الدوري الشامل شارك فيه عدد من الحقوقيين والناشطين في عدد من منظمات المجتمع المدني بنواكشوت يحتج العشرات من العاملين ببرنامج أمل أمام الوزارة الأولى بنواكشوت مطالبين بدفع رواتبهم وتوقيع عقود عمل معهم وقال المحتاجون إن السلطات الموريتانية قدمت لهم وعودا بتحقيق هذه المطالب في أكثر من مرة لكنها لم تعمل بعد على تنفيذها نهاية موجزة أخبار الثانية أهدمتم في أمان الله موسيقى 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 موسيقى